اشتركوا في القناة يذكر انه اول من سجل هدفا في نهايات كأس العالم في تاريخ السنغال وهو كذلك افضل هداف فلادي في البطولة على مر الزمن واشهر اهدافه هو الذي سجله في شباك فرنسا عام 2002 ليمنح السنغال الفوز وفاة اللاعب السنغالي السابق بابا بوبا ديوب بعد مدة طويلة من المرض عن عمر لم يتجاوز 42 سنة بابا ديوب كان في فريق السنغال الشهير في كأس العالم 2002 الذي تقلق بقيادة السلاسي المرعب في خط الهجوم بابا الحج ديوف وخليل فديجة وكل نجوم السنغال إنا لله وإنا إليه راجعون بابا بوبا ديوب في زمة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته